الاهلي محتاج حارس مرمى بعد صبت الشناوي؟ لو حصل ده الاهلي حتاج حارس مرمى بقى فيه عيب كبير جدا عندنا في النادية لان قدامك حلين لازم تطلع شو بير لو انت جبت حارس ثاني خلاص يعني انت بتقوله هتفضل في المكان ده لانك مش مؤمن به او امتى ياخد فرصة بقى يعني انت يوم ما تصاب الشناوي روح تجبت له واحد ثاني يبقى ليه ان انت سايبه هنا سيبه يطلع ياخد خبرات او انت تعتمد عليه حاجة ريزكي حاجة ريزكي ممكن تعملها طبعا لكن ده لازم يعني ما فيش ما ينفعش الشاب هو دلوقتي ما عادش يعني لسه ناشئ ده اربعة وعشرين سنة ولا اه يعني ما هواش صغير وكمان هو قده مطشط كويسة يعني امتى بقى يفكر انه هما يلعبوه يبقى قعد بعد ما يبقى اربعين سنة احنا بنقول على المدير الفني الشاب هو عنده ايه ما افهمش برضي زي احنا بيقول ريحنا اه مسامات مين يمبارح وبيش عارف في الراديو بيقول لي احنا عايزين شغل اي حد من الشباب كابتر حسام حسن اه حاجة حسام حسن هي لشي على الدارة بقول على النفس خلاص عاجزت كابتر حسام حسن عطاقل موين ستة وستين عطاقل اه طول عمرة الصحة طيب بتشوف الاهلي الفترة اللي جاية محتاج ايه؟ ايه اللعيبة والمراكز اللي الاهلي محتاجة فوجة نظرك؟ شوف مشكلة اه اللي بيحصل في مثلا عندنا في حتة زي الباك الشمال هي المشكلة اللي حصلها في حراسة المرمى لعب مميز جدا موجود علي معلول ما انتش قادر تجازف بحد اقل المستوى وده الطبيعي ان هو يبدأ بقى اقل عشان يعلم عاك اه اه ده مركز خطير لانه بيعتمد على فرضه واحد انت ممكن في نص الملعب تبدل اي يوم ايه وهيبقى بالدول بيدداره في دولة الستة يلعب تمانية وتمانية يلعب ستة اي ان كان منها يسندوا بعض يعني لكن مركز باك شمال هيبقى باك شمال ايه كان فيه اي مشكلة عندك انت وقعت ايه فلازم تسيب لي اللعيبة حتى فرض تغلط ده طبيعي ايه اللعيبة لازم تجيب خباراتها من الممارسة بس هنا بقى هل الجمهور بيستقبل ده ازاي؟ يعني الجمهور برضو عنه الصبر الادارة لازم تسيلها عن الجمهور انا عرف ان السوشيال ميديا بقى لها تحكم كبير في الاندية وده دي حاجة خطيرة جدا لكن في الاول اخر انت اللي بتدير صح يعني معلش انت لو جيت النهاردة انت بتقدرش تحسبها لماليا ولا انت جمهور في الاول اخر عايز فرقيتك تفضل تفوز طول وقت يعني احنا كنا عايزين نفوز بالكاس العالم الاندية صح هل ده شيء طبيعي اصلا ده مش طبيعي لكن احنا جمهور لازم نرضى بنفكر كده طول وقت الادارة مختلفة جدا لازم بقى بعرفين ان الفرقة لازم تتبني بالشكل ده احنا مش فرق مش ريال مدريد النهاردة بتطلع عشيك مش عارف ايه علشان تروح تشتري ايه لعيبة على مزايق لك طبعا مش هينفع ولا طبيعي لان كمان الدخول بتاعة الاندية في مصر محسوبة صح احنا اعلى الناس و احنا مكانش هو مش هينفعش تقول اعلى الناس احنا الوحيدين اللي بيجدنا فلوس عداقة مصر هو النادي الاهلي هو صاحب الدخل الاجبر في الكورة مصرية ايه و ده مش على فكرة ده مش شايفه شيء صحي اه النادي الاهلي بس هو اللي يفضل يدخلوا الدخل حقهم اه طبعا في الادارة لك انا شايف كل ما بقى الاندية عندها دخول من اكتر كيمة النادي الدولي نفسه و كيمة المسابقات المحليها تزيد تبقى فيه تنفسية اكبر يعني اه طبعا بس ده له عيب النادي الاهلي هو عيب ان احنا مش عارفين نبيع المنتج بتاعنا ايه اه فبالعكس هو الاهلي شاطر جدا ان هو قدر يبيع من منتج بتاعه احنا ان كل الاندية تعرف تبيع من منتج بتاعها علشان يقدروا يبقى قيمة المنتج نفسه بتاع الدوري يبقى ليه قيمة اكبر و ساعتها كله هيشتغل كويس يعني عرضه مش بس اللي اعلام هيبقى دخله اكتر اللي مش عارف ايه اللي هيبقى دخله اكتر كله ما قيمة الفاليو بتاع المنتج ده زادت كله ما كلها هيشتغل